بسم الله الرحمن الرحيم وصلنا في المحاضرة السابقة إلى غاية أنواع المحركات للتيار المستمر لهي DC Motor وهي أحد أنواع DC Machines واخدنا المفقيد في محركات التيار المستمر والآن نستكمل باقي ما تبقى من هذا البابل الثالث من مواضيع بسيطة وندخل إن شاء الله في الباب الأخير اللي هو باب AC Machines لألات تيار المتغير أولا نأخذ تعريف لرد فعل عضو الاستنتاج اليوم يقوله المتشور ريكشن المتشور ريكشن هو رد فعل لعضو الانتاج هو العضو الثابت في المحرك طبعا العضو الثابت هذا يمر فيه تيار كاربائي وعضو الثابت يحتوي على ملفات عندما نور تيار كاربائي في هذه الملفات يتولد بالحق مجال مغناطيسي هذا المجال مغناطيسي حسب قوة التيار وحسب عدد اللفات وحجم عدد اللفات سيأثر فيه شيء يأثر سلبا أو يضعف من قوة المجال مغناطيسي الدائم الأقطاب المغناطيسي دائم مش عنده لقبين السوقين عنده مجال مغناطيسي هذا يأثر عين بشكل سلبي كأنه كان يدير فيه تشويه لهذا المجال وانحراف لخطوط المجال المغناطيسي الرئيسي فيتبروها مشكلة نحن لازم ندرولها حل وانتلافوها إذن تعريفه هو التيار الناتج عن تولد مجال مغناطيسي ناشئ عن مروض تيار بملفات المنتج وهو مجال يتكوى من مركبتين أحداهما متعامدة والأخرى مضادة لمجال الأقطاب هو مجال الرئيسي المشكلة هو يأثر فيه إيش يضعف المغناطيسية مما يسبب هو وطن في الضغط يعني هيضعف القوة المجال المغناطيسي الناتج من الأقطاب الرئيسي يعني هي الـ NOS يسبب انحراف المجال الأصلي وتشويه انتظامي فينحرف خطوط المجال الأصلية تنحرف عن مسارها وتسبب في تشوه النظام ينشع عنه متاعب في عملية التوحيد اللي هي العضو الموحد اللي ستحول من AC لDC والعاكس حسب نوع المشين مما يسبب تولد الشرارة حيث سبارك في هذه المنطقة يسبب تحريك الفراش الكربونية من مكانها الى مستوى الخمود المغناطيسي الجديد بزاوية ألفا في اتجاه الدوران في المولدات وعكسه في إذا كانت الآلة إضارة عن المؤمنة عندنا بعض الطرق انحنا نتلافو او نقالجوا هذه المشكلة مشكلة رد التفاعل للمنتج اللي هي ارمالتشا ري اكشن نمكن نستعملوا ملفات تعوض توضع في أحدية الأقطاب نحطوا ملفات وضفتها تعويض هذه وضفتها تغلب على مشكلة الرد التفاعل المغناطيسي او عمل أقطاب مساعدة بين كل قطبين وتحسن من عملية التوحيد يعني نزيدوا عدد الأقطاب بعدما نديروا قطبين نديروا أربع نديروا ستة أقطاب بشكل جوزي عمل مجاري في الأقطاب لزيادة المقاومة المغناطيسية إذا قمنا بعمل مجاري في الأقطاب سنزيده من المقاومة المغناطيسية وأخيرا وهذه أهم خطوة هي تكبير الثغرة الهوائية عندنا إيرجاب ما بين العضو الدوار والعضو الثابت نزيدوها شوية المسافة هذه أو نزيده في الفجوة الهوائية هذه نزيدوها مما يعني زيادة عدد زيادة الأمبير في اللفات حيكون الأمبير متألفات الأقطاب أكبر من أمبير للفات للعضو المنتج مما يؤدي إلى تقليل ردة فاعل المنتج لأن كلما نزيدو عدد مسافة الأقطاب كلما سنتغلبو على مشكلة مشكلة ردة فاعل المنتج ندخل موضوع اللف لأهلاء التيار المستمر عندنا نوعين من أنواع اللف قبل أن نأخذ بعض المصطلحات والتعريفات الخاصة بموضوع اللف أول شيء تعريف أو مصطلح خطوة القطب وهي مسافة ما بين قطبين متجاورين وتساوي عدد المجال لمنتج كل القطب واللف هي عبارة عن موصلين على التوالي والملف هي لفات عدة موصلة على التوالي الموصل هو سلك يقع تحت تثير المجال وقانون زد ساوي N2CNC حيث زد هي عدد مصطلات في العضو الدوار وC عدد الكويلز أو الملفات وN هي عدد ملفات كل ملف النوعين الأساسيات في اللف هو في اللف الانتباقي وفي اللف التموجي هنأخذه بعد شوية بالنسبة لللف الانتباقي كما مبين بالشكل يتوصل نهاتين ملف مقضعتين نحاسية متجاورة على الموحد كما مبين بشكل مسافة مسافة بين النهايات الملف مسافة متقاربة وموصلة بقطع نحاسية متجاورة أما النوع الثاني وهو التموجي Wave Winding وهو عبارة عن نفس الطريقة ولكن توصيل ما ما قضعتين نحاس متباعدتين مسافة حتكون لكي أكبر شوي سافة بعيدة شوي ما بين نهايتي الملف وموصلة بقطع نحاسية متباعدة بداية لقد نهينا الباب الثالث أو الوحدة الثالثة وعندنا 8 أسئلة كل سؤال هذه الأسئلة الثمانية مطلوبة كواجب أيضا أسئلة الامتحان ستكون من ضمن أسئلة البواب سنختاروا كم سؤال من كل الباب بداية 8 أسئلة اختاروا مننا سؤالين ثلاثة جنفيش في امتحان النهائي أيضا نسئلة البواب هي تلخص أهم لقاط في الباب كله ما سيقول لك وضح كيف يتم توليد التيار المستمر مع الرسم قال لك وضح يعني اشرح أذكر الأزاء التي تتكون منها آلة التيار المستمر أنا أذكر بس بدون شراحة ستذكر الأزاء الرئيسية أو مكونات رئيسية لأي آلة التيار المستمر وهي DC Machine Compound أو دي سي ماشين ما فائدة كل من عضو التنبيه ما فائدة يعني شنو وظيفة كل منه وظيفة عضو التنبيه اللي هو العضو الثابت عضو المنتج عضو الاستنتاج و الفرش الكربونية اشرح نظرية عمل مولد مع الرسم أنا شرح ستتكتر بعض التفاصيل عرف ردة فعل عضو المنتج كيف يمكن تلافيه كيف يمكن تغلب عليه بوضع ملفات التعويض أو بزيادة الفجوة الهوائية أو الثغرة الهوائية هي القرقاب ما بين الأضو الثابر و الدوار و أيضا ممكن نستخدم أربع طرق لكي نتوى في عملية التغلب على الرد فعل المنتج كزيادة على الأقباب نقوم بتحويل الحركة الكربائية أيضا اذكر أنواع المولدات DC Generator Types اذكرهم بس أربع أنواع هنا الشاند والبلر والكمباوند والسبريتلي هنا أربع أنواع أعرف المحرك الكربائي ما هو المحرك الكربائي هو الآلة الكربائية التي تقوم بتحويل الحركة الكربائية أو الطاقة الحركية الميكانيكية إلى طاقة الطاقة الكربائية إلى طاقة حركية ميكانيكية كيف يتم تحديد الحركة في المحركات هذه باستخدام قاعدة فيلمين المبادئ نستمر الآن في الوحدة الرابعة وهي الآلات التيار المستمر الآلات التيار المستمر التي هي الـ IC Maschine الالات التيار المستمرة في مهنة جنوريتر and motor AC motor and AC generator يعني مولد تيار متغير ومحرك تيار متغير هذه اهم شيء محركات المهندات هي اهم حاجة عندنا في ذلك احداث هذه الوحدة اننا سنتعرف على تركيب الالات التيار المتغير وما هي الواء هذه الالات التيار المتغير هي AC machine ونأخذ فكرة على انظرية حمل الالات التيار المتغير هي AC machine وايضا سنتعرف على خواص كل الالة من هذه الالات طبعا كبداية مقدمة سنأخذ بعض التعريفات الأساسية أولا تعريف التيار المتغير وش الفرق بينه وبين التيار المتددب طبعا نحن كبدا ما هنا نبين عندنا الرسمة عندنا هذا هو الشيء الرسمة الأولى هذا فوق هذه رسمة DC current وهو تيار المستمر فهذه الجهد فولتية هو الجهد المستمر وهنا عندنا بعض التعريفات هنا يعني شو ناخده هذا هو الـ DC voltage وهذا هو الـ AC voltage الـ AC voltage الـ AC voltage هو الـ Alternating voltage هو عبارة عن جهد متغير وهذا جهد مستمر ورسمة اللي صار هذه رسمة المولد التيار المتغير هو الـ Alternating current generator لذلك نعرف الـ AC current وهو تيار متغير في القيمة والاتجاه مع مرور الزمن ولا يكرر نفسه يعني مع مرور الزمن يبدأ تغير قيمة التيار يعني صعوداً ونزولاً مع تغير اتجاهه والزاوية زاوية الزاوية الطور ولكن لا يكرر نفسه يعني تيار المتغير ما يكررش في نفسه ما غوش بريرتك ما غوش إشارة دورية على أكس التيار المتددب أو التيار المتردد التيار المتردد هو التيار اللي يكرر في نفسه فهو تيار متغير في القيمة والاتجاه ولكن يكرر نفسه مع مرور الزمن فيبدأ بعد فترة زمنية معينة يكرر في نفس الإشارة في كلها بريودك signal إشارة دورية ناخد تعريف المولد الكاراباي وهو آلة كارابائية تحول طاقة ميكانيكية إلى طاقة كارابائية أضل المولد صح والمحرك عكسه تماماً فهو آلة كارابائية تحول طاقة كارابائية إلى طاقة ميكانيكية إذا كان محرك وإذا كان مولد تحويل طاقة ميكانيكية إلى طاقة كارابائية مولد التيار المتغير وهو AC Generator هذا أول موضوع سناخذ بعض المحطات التي تولد في الطاقة التقليدية ومتجددة أو البدينة كيف مولد طاقة كارابائية؟ ترتكس الطرق الرئيسية لتوليد طاقة كارابائية على أول شيء الفحم أو النفط النفط هو مقصود به الوقود والغاز مثلاً كيف الديزل وكيف الغاز يعني الغاز الطبيعي النفط هذا هو المصدر الأساسي عندنا نحن في ليبيا في توليد طاقة كارابائية الطاقة النووية استخدمها في دولة كيف فرنسا ودوم تقدمة في عملية يبلو مفاعل نووي ويستخدمها في استخدامات السلمية ووجات السلمية ومنها توليد طاقة كارابائية كيف تم توليد طاقة نووية؟ يتم تبريد مفاعل نووي باستخدام المياه هذه المياه تتبخر ويستمي استغلال هذا البخار المتدفق من عملية تبريد مفاعل نووي في تبريره على تورباين بخاري هذا التورباين يدور بسبب ضغط هذا البخار عليه وحركة هذا التورباين تعتبر هي مصدر الطاقة الحركية للمولد الذي يدوره بسبب دوران تورباين هذه الدوران أو الدوار بسبب دوران التورباين ستولد طاقة حركية ميكانيكية يحولها نولد إلى طاقة كاربائية ويتم نقلها في خطوط النقل وتحويلها باستخدام حطات التحويل إذا كان ستب أب تنسفورمر سيرفع الجهد إلى مستويات عليا من الجهد ينقلها عبر إبراج أو خطوط النقل ويتم إرسالها لمسافلات بعيدة ومن ثم سيتم عملية تحويل لجهود الفائقة إلى جهود أقل منها مثلا كيف الفولتج ميديم فولتج و لو فولتج كيف 30 كيلو فولت و 66 كيلو فولت و 11 كيلو فولت لعملية توزيعها داخل المدن والأحياء وأيضا في مصاد أخرى لتوليد طاقة مثل مصاقط المياه كيف الشللات والسدود أو المياه المخزنة القابلة للضخ يمكن نخزن مياه في سد ونحاول نفتح فتحة ضيقة يتفق منها هذا المخزون الكهائل يعني بالكيلو بالملائين كيلو متر ومكعب من المياه ونفتح فتحة بسيطة يبدأ الضخ قوي جدا فهذا الضخ يدر ليكي للمياه ويمر هذا الثيار الماء على تربائن مائي هذا التربائن والتربينة تدور باتجاه مرور المياه ويسبب في دوران أو دوار للمولد وتوليد الطاقة الحركية التي ستتحول بطريق المولد إلى طاقة كربائية ثم استخدامها في إنتاج طاقة كربائية أيضا تجرى الآن نبحث حول إنتاج الطاقة من موارد متجددة وهي موارد صديقة للبيئة والنظيفة وتعتبر من الموارد متجددة المستدامة والبديلة النظيفة مثل طاقة الشمسية وطاقة الحرارية من باطن الأرض إنه نستغل في طاقة الشمس أو طاقة أو طاقة المفعثة من باطن الأرض يعني جيباط أرض درجات حرارة عالية جدا فيمكن استخلالها في تسخين المياه وإنتاج البخار في محطات البخارية أيضا في طاقة حركية مثل طاقة الرياح وطاقة المد والجزر محطات كربية تعمل على الفحم والنفط أو الغاز أو الوقود ترتكز على الغلايات البخارية هذه هي البوليور عبارة عن الغلاية يغلق فيها المياه هي درجات التبخر ويتم استغلال البخار في دوران تربائيين ومن ثم توليد مصدر الحركة للمولد ليسبب في دوران عدد الدور وإنتاج طاقة الكربائية لثم تسخين الغلاية باستخدام الفحم أو النفط أو الغاز أو الوقود أو شكل عام هي إنتاج بخار محمص المقصود للمحمص أنه خالي من أي رطوبة لا يوجد رطوبة فيها زيرو لماذا ينشغله به التربائيين أو التربائيين كما أبين بالشكل هذه محطات البخارية الممكن لتعمل بالفحم أو الوقود أو النفط ويعابل هذه النوع المحطات يتسمى محطات الحارية خاصة اللي تخدم بالفحم الحجري لدينا مشكلة لأنه عنده نسبة تلوث وأبخرة وتخاخين وتسبب تلوث البيئة وتسمم بعض المحاصين لذلك نلجى إلى استخدام محطات الحاملة على الطاقة المياه في مساقط المياه وهذه مصادر الطاقة البديلة النظيفة وصديقة البيئة حيث نستفيد من طاقة اندفاع المياه من أماكن مرتفعة مثل الشلالات إلى أماكن منخفضة في إدارة التربائينات أو أحيانا حتى نستغلوا حتى سرايان أو جريان نهر في بعض المنخفضات لتوريد طاقة الطاحونة وغيرها من نفس الفكرة أننا نمشي لدينا دوران التربائينات أو نستخدم حتى استدود في تخزين كميات كبيرة من المياه النهر كما يبين بهذا الشكل ومن ثم تمرير هذه الكميات كبيرة من المياه عبر فتحة ضيقة بالسد هذه الفتحة تولد قوة اندفاع كبيرة جداً للمياه بضغط عالي سبب في دوران التربائي المائي أو التربائي المائي هذا طبعاً موصل في المهلد المهلد سيحول ويستقبل طاقة حركية ميكاني هي يحولها طاقة كربائية لدينا محطات كربائية عاملة على التربائينات الغازية ونظراً لتزايد التكاليف في تشغيلها فإنها تستعملها كمجموعات توليد احتياطية طبعاً هذه تستخدم تشتغل بالغاز والغاز يعتبر مشكلة للدوع عندها غاز فيستقبل فيها أحياناً كأحتياطات لأننا في ليبيا أغلب محطاتنا يخدمها بالغاز الغاز أفضل من الوقود عندنا أقل مشاكل وأحسن كفاعة الوقود هو الديزل الديزل معروف يعني أننا عندها مشاكل في التشغيل منها تغيير الفلاتر وانتسداد الفلاتر ومور فنية لا يلاقها بنوع الوقود المستخدم فيفضل استخدام الغاز عن استخدام النافتة المحطات الكرباء العاملة على الطاقة للطاقة الرياح وهي الويند توباين وتعتبر هذه الطاقة من الصادم التجددة والواعدة للطاقة لا يوجد الرياح لكن الرياح تحول تركب الزعانف لشكل مراوح هذه الزعانف تدور باتجاه دوراء رياح بسرعات معينة حسب تحكم بها باستخدام بعض الأجهزة داخل التورباين وتعتمد استغلها تطاقة الحركية حركة الدوراء الزعانف في توليد طاقة كربائية ونقلها إلى شبكات كرباء الطاقة الشمسية تعتبر في وقت الحاضر مكلفة جدا وتدرس الآن طريقتان لاستفادة من هذه الطاقة للطاقة الشمسية الطاقة الأولى تتمتع باستعمال صفائف أو مصفوفات من المرايا التي تدور لمتابعة حركة الشمس وتتكس أشياتها على غلاية وهذه الطريقة تكون عملية في التلكماطق التي تتمتع بأشهر الشمس للفترات الطويلة لديك كلمة عبارة عن تحط غلاية وتوجه عليها مصفوفات أو صفائف من المرايا وتوجهها شر الغلاية لهذه الأشعة الشمس الصاقرة على المرايا تنحكس باتجاه الغلاية وفي زوايا معينة تولد حرارة داخل هذه الغلاية تصخم بها المياه لدرجة التبخر ويتم استغلال البخار في دوران الترباين أو في تشغيل الترباين البخاري الذي سيبدأ مصدر طاقة حركية ومن ثم تحويلها إلى طاقة كربائية باستخدام المولد طريقة الثانية هو استعمال طاقة الشمس بوسط خلايا الكهروضوئية وهي الفوتو وهي فتونات الكارباه فتونات الضوئية وتصلح لماطق النائية في الماطق التي لا يوجد تصعب فيها إصال أبراج واسلاك وكوابل ومحطات خاصة إذا كانت السفات البعيدة من المدن فنفضل نستخدم طاقة شمسية كمصدر الطاقة الكهروضوئية ويعاب عن هذه المصادر المتجدة طاقة الكهروضوئية إنها غالية الثمن مكلفة من ناحية التكلفة المانية ومقدار الطاقة المنتجة محدودة إلى حد ما مقرنتا بمصادر الطاقة الحرارية التي تعمل على الوقود والنفط والغاز ولكن تمتاز هذه الطريقة بأنها نظيفة وصديقة لبيئة متسبس في تلوث وأدخنة وأبخرة تلوث بيعي وتعتبر متجددة بمعنى أنها مستدامة لا تنبض لا تنبض ويمكن يجف أو يستنفض نفس الشيء بسبب الوقود والغاز وغيرها من وساطر الطاقة الحرارية انواع المولدات من تيار المتغير هم نوعين أساسية نوع يكون فيه المنتج هو الثابت والأقلاب هنا هنا العوض الدواري يعني يبدأ دور والنوع الثاني العكس أن المولد يكون المنتج متاع أول دور والأقلاب هي الثابتة وأكتر شيوعا واصطدم هو النوع الأول وعمري أكتر أن النوع الثاني صعب في عمية التصميم في التصنيع وعندها مشاكل واجهة نتكلم عنها المقارنة الجاية لكن فكرة النوع الأول أنه يمتاز بالمولدات بقدرات كبيرة جدا تصل إلى ألف ميجا يعني هذه المولدات تولد في ألف ميجا وأيضا الجهود تصل إلى ثلاث ثلاثين ألف فولت وهو شائع الاستماع أكتر شيء نستعمل فيه هذا النوع هو يكون العضو المنتج ثابت والأقلاب هنا للدور لكن إذا كانت جدينا العكس والنوع الآخر العكس المولد الأول أن المنتج دولي دور والأقلاب هي الثابتة واستخدم في حالات خاصة فقط بقدرها صغيرة مش كيف تكايمة ألف ميجا وات لا يستخدم في أقل بواجد في قدرات صغيرة وجوهة منخفض لا يصل إلى ثلاث 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 ألف يعني كيفما في النوع الأول وهذا النوع يعني غير شائع المقارنة أن الميزات المولد هذا الأول عن المولد الثاني أنه سهول تثبيت وربط وعزل ملفات المنتج وعزل أقترافها جيدا سهول الحصول على تيار كبائب بجهود عالية من أطراف المنتج إلى الدائرة الخارجية وتوفير في حجم حلقات الانزلاق لحلقات التلامس وسهول عزلها جيدا حيث أن الأقطاب تغذى بتيار مستمر دو جهد منخفض وقت ميزة هي اتزان المولد يعني بعدم تعرضه للتفكك نتيجة إذا كانوا عضو المنتج وهو عضو اللي يبرم وهو لدور وهو تقيف الوزن ومعامل الثلاث سيكون هناك تفكك بسبب قوة الطرد المركزية وأمور ثانية تسبب في تفكك وعدم تزال المولد نأتي على نظرية عمل المولد وتعتمد هذه النظرية على قانون فرداي الذي ينص على أن إذا قضع موصل ساحة بناطيسية فإنه تتولد به قوة دافئة كربائية في الاستنتاج وتكون قيمتها أكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القطع 90 درجة كربائية إذا كانت قاس ستكون باي على اثنين نظام الدائري بحيث أن القطع نتيجة حركة نسبية ما بين الموصل والمجال المعطيسي سواء بحركة الموصل وثباث المجال أو العكس بحركة المجال وثباث الموصل هذا وقد علمنا أنه إذا تحرك موصل على هيئة ثافة مستطيلة 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 بين قطبين والسعين فإنه تتولد به تنحاشفوته في رسم الجاية سننشر عليها أحسن هتوضح الفكرة طريقة أوضح فإنه تتولد به قوة دافئة كربائية على هيئة موجة جيبية الشرية موجة جيبية هي ساين سود الويف حيث يمكن توصيلها إلى الدائرة الخارجية عن طريق حلقتين الانزلاق أو حلقتين التلامس هي حلقتين من النحاس مع زورتين عن بعضهما تسميان بحلقة الانزلاق أو حلقة الاتماس وتتحركان أمام فرشتين من الكربون تسمى فرش كربونية ومنها إلى الدائرة الخارجية كما مبين بالشكل الثاني أبسط صورة لو تلاحظنا في هذا الشكل عندنا في هذا الشكل عندنا لقدنا الأقطاب الجنوبية والشمالية اللون الأحمر والأزرق السوئين وعندنا أيضا المنتصف الموصل على شكل مستطيل موصل بفرشتين كربونيسيين أو بحلقات الانزلاق وموصل بالدائرة الخارجية يقول لك هنا زاوية الدوران تقاص بالتحبير الدائري هي بالباي فالفيتا تساوي باي 92 درجة باي 180 و 2 باي 360 ويتم الدوران هنا فالفيتا الموصل سينتج عندنا الموجة الجيبية كمبين بشكل الثاني وهي سميت في هذا الاسم لأن قيمة قوة دافع كربية اللحظية متناسبة ما عجب تمام الزاوية هي زاوية القطر وهذه الزاوية محصورة مبين الموصل وهذا هو الخطوط وغير محصورة محصورة المجنظرية الزاوية الموصلة المجنظرية تسمى لهذا هي زاوية القطع كما أبين بالشكل فالقوة دافع تأخذ أعلى قيمة كما أكثر الزاوية باي على 2 هي 90 درجة هذا أعلى قيمة إشارة الجبيرة تنقص الإشارة إلى أن تصل إلى القيمة عند 3 باي على 2 وهي كم؟ وهي حوالي 270 درجة وتصاوي 0 في عند درجة 2 باي وهي 360 درجة أو درجة 0 التعبير الدائري سنأخذ المحاضرة الجاية كيفية توليد التيار المتردد وحادي الوجه هو single phase سنأخذ بعدها ما هو الزمن الدوري والتردد ما هو الفريقونسي وما هو بلدك وما هو الزمن الدوري والتردد تردد صويت واحد على تيل وهو معكوس أو مقلوب الزمن وقاس في هيرتز سنأخذ ما هي الزوجة الظهر هي الفيتا أو ما هي الفاين سنأخذ بعض وإذا سنتقضل تيار تي فيل ذاتي الأوجه ثم نأخذ طوق التوصيل الأوجه هي الستار والدلتا ثم نأخذ تركيب مليدات تيار المتردد ليش تركب العضوين ومثابة عضو متحرك ودوار وهو بعض الأشكال التي توضح لنا اللفات المحاسية وإطلاق البارزة وإطلاق مرادسة الحمد لله هي مقارنة بعدها المفقيد هي نسز في مولدات تيار متغير وتأثير هذه المفقيد على المولدات ونأخذ أخر موضوع وهو موضوع تشغيل أو تفصيل المولدات على التوزي ليش وشو موضوع وشو موضوع فيها حاجس معاملة التزامن دول سايكونايشن ما بين المولدات والشبكة فعندها طرق يوجد تزامن التزامن وهي جهاز التزامن التزامن نأخذ فكرة على محركات التيار المتردد هو الـ AC motor وأنواحها لدينا نعين نوع التوافق وكل نوع ينقسم منها أنواح أخرى فرائية ونأخذك فيها تحداث الحركة على العلوة الدور ونصل إلى نهاية لهذا الباب بمجموع من الأسئلة هذه الأسئلة أيضاً مطلوبة كامل مورك والمحتمل والمرشح أن تأتي في أسلة الامتحان النهائي أصلاً أخذ وردنا المهمات هي بما يفضل ربط مولد التزامن على التوازي وما شروط مولدات التزامن على التوازي وذلك نحن نصل إلى نهاية هذه المحاضرة إن شاء الله ستجدوا المحاضرة الجاية موسيقى